موسيقى تل放心 يمكننا تخولكم مصروع موسيقى 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 كه sujet المصشوية اشتركوا في القناة 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 الشقيειات ونقوم بروسه يتبعون من عمران كانت مصادرية كذلك كان المنظمة كانت مصادرية كانت محرق بفضل كانت مصادرية كانت مصادرية العقدة هي العظيمات كانت بلو مش مهمة شبه؟ هل كنت أخبره الهندفة بشأن قرأيه من الهجوم ترية التنسية؟ هو عنده كتاب ريجي ويسمعه وترية لهم ترية يا الله أعوه لله من الشرق عمي والله ورحمة الله ورحمة الله أعوه لله من العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأممي وعلى آله وأصحابه ومن دعواته اقتل عقلته بإحسانه إلى يوم الدين حضنا لأسمي قلوبنا بعض حيث سبيتنا وحضنا بالمدين فأحبتت من الدعوات لنا حضنا إنك جان وماشر يوم الدعوات الدين إن الله لأسمي عقل الله وصلنا عندي ومن يقول بالبضع ومن يقول بالبضع ومن يقول بالبضع أو بالعلة فذات كفر عند أهل الملة ومن يقول بالقوة المدعة فذات كذب العير فلا تلتفك ومن يقول بالبضع 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 فالتأثير والتأثير المؤثر الإجاب من عدم هذا هو التأثير أو الاختراع أو الخلق ليس إلا للواحد القهاب جل وعلا يعني لا مؤثرة يعني لا خالق لا موجد لا مبدع وآيات القرآن الكريم صريحة في هذا المعنى الله خالق كل شيء والله خلقكم وما نعمل ألا له خلق ولهم هل من خالق غير الله وكذلك هل من رابق هل من محي هل من ممي فالتأثير لله يحدث هناك من خالف هذا لأعتقاد وقال إن التأثير بالطبيع أو بالعلم أو بالقوة المودعة واضح وفي إيه عندنا كامل تجاه تلادي القائلون بتأثير الطبيعة يعني تؤثر في مطبوعها والعلم في معلولها والقوة المودعة في إيه مفعولها ثلاثة عندك أثر وعندك إيه مؤثر يعني الأثر هو الذي ينتج عن إيه عن المؤثر فالتأثير في اعتقاد أهل الملة واعتقاد أهل السنة أنه لله تعالى وحده وليس هذا نفيا لقدرة العبد أو للصبعات ولكنه نفي لتأثيرها ثلاثة للجبريع الجبريع قالوا العبد لا قدرة له ولا سعر ولا اختيار فخالقهم أهل السنة من الأشاعر بطولهم إن العبد له اختيار وله قدرة وله استضاع وله إرادة لكن لا تأثير فالتأثير ليس إلا لله والمعتدلاء قالوا بوجود الإرادة ووجود القدرة والتأثير لها لهذه القدرة الحدثة الحادثة إذا هناك فرق بين الثلاثة أهل السنة قالوا أثبتوا الإرادة ولم يثبتوا إيه التأثير الجبريع نفو الكل والمعتدلة أثبتوا إيه؟ التأثير لهذه القدرة الحادثة فالتأثير لكننا نقول هنا فالتأثير ليس إلا للواحد الفحر جل التأثير عن يعني مثلا قدرتك أنت الحادثة لا تخلق بها لا توجد بها من العبد يعني أنت ما تحدثه مع وجود هذه القدرة فإنما هو بخلق الله تعالى وليس بخلق هذه القدرة فلا خالق إلا الله والله خلقكم وما تفعلون فالنزاع في إيه؟ هي مسألة أفعال العباد الإختيارية يعني أنت تحدث منك أفعال لا اختيار لك فيها زي دورة الدم اللي بنسمك زي دقات فلا تدعي ولا يدعي أحد أنت أنت الذي تحرّف هذه الدورة الدموية أو أنت الذي تجعل دقات القلب مسرعة أو بطيئة ولا دخلة لك ولا تدري عنها شيئا إنما المزاع في أفعال العبد الإختيارية هذه الأفعال الإختيارية مخلوق المين؟ بالله تعالى لم يكن القلب أن العبد يستخدم أيضا لك فيها يعني نصف لها أنه لن تكلم and ثم 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 حادثة ومخلوقة فنظر مع ذلك أنها ستحرق الشريف لله إذا له يكون هو مشارِق في أفعاله نابينا قبل ذلك أنه لا يكون شريف له لا يكون الشريف فلو قلنا بتأثير هذه القدرة الحلقي ألجم من هذا إثبات الشريك واضح كثيرا؟ نعم نعم لأي صمع تحدثة في الشرق للإدداد وهذا نتحدث على الإيجاد من عدم إيجاد شيء من لا شيء أما إذا وجدت المواد والإنسان هداه الله تعالى إلى إحداث شرق هذا يسمى خلق بمعنى الثاني بمعنى التقدير أو التصوير يعني مثلا تجعل قدير كذب أو تخير شيء هذا الخشب تخير رئيه كرسي الخشب أنت لن تخلقه وكذلك المسمار ما الذي أحدثت أنت؟ الهيئة هي هيئة الكرسي نعم نعم إذن إيه؟ أتعبدون ما تنحثون والله خلقكم وما تعملون يعني لم يدعوا أنهم خلقوا المسمار ولا خلقوا الكشب ولا خلقوا الحجر نعم ما الخلق إيه؟ السورة السريرية أو السورة الصناميري نعم برض ربنا قال له هو الذي خلق إيه هذه السورة بس إيه؟ اخترمت قدرتكم أو إرادتكم بفعلها أو بتصويرها فأوجدها الله سعاد نعم خلقه من تراب نعم وهو الإنسان له مراحل في خلقه مراحل الأولى المواد اللي خلق منها الإنسان دي منها شيء موجودة نعم لم يذكر القرآن أنه خلق الإنسان من عدم مما من تراب من دين من سلصال لأي كده نعم لذا معنى الخلق هنا بالمعنى الثاني اللي هو التقدير خلق كل شيء فقدره تقديرا وليس بالمعنى الأول نعم فالخلق كم معنى في القرآن؟ ثلاث ثلاث معاني نعم الخلق بمعنى الإيجاد من عدم نعم والخلق بمعنى جعل شيء نعم تحويل شيء إلى شيء آخر نعم خلق بمعنى الكذب والخلق بمعنى الاصطراع والكذب قال تعالى وَتَقْلُقُونَ فِيِكَاةً نعم الآيات القرآن تتحدث عن خلق الإنسان من شيء ولقد خلقنا الإنسان من صلصال نعم نعم خلقة من صيني ثم قضاء عجلة نعم آية أخرى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعض فإنا خلقناكم من تراث نعم ولقد خلقنا الإنسان من ثلالة من طين نعم الآن يتحدث بالمعنى بالمعنى الثاني نعم تقدير أو تخوين بدليل أنه ختم الآلة بقوله تعالى فتبارس الله أحسن الخالقين نعم فأثبت أنه في خالقين نعم لكن خالقين بخلق شيء من شيء نعم إنما الخلق الذي يقتص بالله تعالى شيء من عدم نعم سبحانه وتعالى وهذا هو تأثير القدرة نعم تخلق من عدم مثل الترابة يا مولانا الترابة من عدم مثل الحجرة ذي فاكر نعم وفجأة كده لقيت كرسي كده فجأة واحد ده إيه الحجر العقول كيف يوجد هذا سر هذا السر للقدرة نعم إنها توجد من الله شيء كن فيكن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكن المعنى الثاني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يسمى غيره خالقا لكن بالمعنى الثاني كما قال عيسى عليه السلام وإذ تخلق وإذ تخلق من الثنين كهيئة الطير وهذه الثلاثة ممكن تتعملها تجيب قدرة اثنين وتصورها على إيه إنما القرص بعيسى فتنفق فيها فتكون ضيرا بإذن الله ده القرص إنت تقول ما عطينا على كل تقول لها كوني ضيرا كوني ضيرا كوني ضيرا تقول لها بإذن الله كوني ضيرا لها كوني ضيرا كوني ضيرا وعلم أن الله عزيز ولم يقل له على كل شيء قدير لأنه لم يشفت في خدرة إنما أراد له انتقال إلى المعاينة من العلم اليقين إلى عيد يرى أرني ولم يسأل عن الإحياء إنما قال أرني كيف تحيي الموتى يسأل عن كيف قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل ثم ادعوهن يأتينك سعيا وبعد ما عمل كده وقطع رؤوس الطير وخلق هذا بهذا عظم هذا في لحم هذا وعلى الجبال ثم اه دعى نادى فسعين بين يديه فلم يرى الكيفية كل اللي شافه لما تضحهن ثالث دمه وقطعهن يعني شاف الإماتة وما أركمش ماتوا كيف ثم ايه رجعنا أحياء كيف تمت هذه العملية لم يعلم أيضا كأن الله تعالى يقول له هذا سر الألوبي لا يطلع على أحد رغم أنك مثل الآية التي قبلها وانظر إلى وانظر إلى طعامك وشرابك وانظر إلى حمارك وانظر إلى العظام كيف نمشيها ثم نبسوها لحم فرأى كل شيء لكن كيف يتم لأنه سر يسألونك عن الروح يقول روح من وما أثيت من العلم يعني معناها فرأى الإحياء بنفسه لا يستطيع أن يفهم الكيفية ولا أن يعرفها ولذلك ختم الله تعالى بطوره وعلم أن الله عزيز حسين وعزيز لها معانا معناها عزيز يعني معناها لا ينال يعني يقام العزة يقول شيء عزيز يعني عالي ومعناها من الإعزال ومعناها شيء عزيز يعني نادر نعم وهكذا مثلا 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 خلق رب نسوه وتعالى اكتما هو عشر الارض من ايه قال الله والارض ايتيه قل ان الفكر الذي خلق الارض فيه يعني العالم نفسي مش الانسان مخلوق من ايه انت مثلا من ماء او من طراب او من طين باب الماء ولو سلسلتها شيء من شيء من شيء حد بذيع لابد شيء من العدم وإلا معناها كل شيء مخلوق من شيء ومعناها وهذا جهت يبقى حنزول بالذبن العالم ونفيش حقيق مخلوق لازم على اطلق اول شيء يكون مخلوق من الله من عدم مالحظم يعني الطراب مثلا حيكون مخلوق من طراب تاني من عدم غلمة وهكذا لا ومن يقل يعني من اهل الضلال كالفلسفة الفلسفة اللهم اليونانيين مش الفلسفة الاسلاميين الولادالي سينة برضو في فلسفة طبعا درسوا الفلسفة وفاهموها وردوا على اهل الزيغ هؤلاء ليسوا معنيين او مقصودين من يقل يعني من اهل البلد ومن يقل بالطبع يعني بتأثير الطبع الطبع عن الطبيعة طبيعة ومقبوع او علا ومعلوم اصناف واشكال فالطبيعة دي وزنها ايه فعيلة اما ان تكون فاعل اما ان تكون مصغول بصرح هذا وفو ذلك لكن هم بابطدون طيقة فاعل لان الفاعل المصول ده فيه فيه التأثير وذلك يقال فيه فيه اثر فيه ولا يقال اثر عليه غلط بكلان ده اثر عليه لا اثر فيه اثر يتعدى به بفيه ولا يتعدى بعيه نعم يعني بتأثير الطبع اي الطبيعة طبع طبيعة الاشياء يعني حقيقة الشيء ثلاث فالشيء بطبيعته كالماء مثلا بطبيعته يروي اطبعه بطبيعته اشبع لو اعتقد هذا الاعتقاد فهذا صف يعني انها يحدث هذا التأثير اللي هو الشبع بواسطة الطعام وكذلك الري بواسطة الماء او الاحراق بواسطة النار دون تدخل للقدرة الالهية اذا الكفر نعم بمعناها اثبتنا تأثير او فاعلية لغيرنا لان اثبات كريف بمعناها تعدد الخالق فالنار تخلق الاحراق او تؤثر الاحراق والطبيعة تؤثر في مطبوعها والماء وهذا تعدد الخالقين الله تعالى يقول هل من خالق غير الله او يقول بالعلة يعني برضو بتأثيرها بان يقول الا عن سبب سبب ومسبب ان بعض الاشياء علة علة يعني سبب في وجود شيء من غير ان يكون لله تعالى فيه السيارة يعني خد باركة شوف الآن الساعة تتحرك بالله ايه السبب في حركة الساعة حركة اليد حركة اليد هي العلة حركة الساعة معلولة ما معناها سبح حركة الساعة بسبب حركة جد دون دخل لله ولا دخلت القضية ليه حارة ولا عرادة لان يلزم من حركة اليد تحرك ما بها سواء ربنا اراد او خلق الحركة او ما خلقها يحدث التأثير ده قول كفر ايضا لانه معناه حدث شيء خلق معناه احداث احداث شيء من عدم يعني وجد شيء او ظهر ولم يكن وهذا الشيء الذي ظهر ووجد ولم يكن وجد بدون خلق الله او بدون معناته ومعناها اشياء توجد في كونه الذي هو خلقه والذي هو ملكه والذي هو مهيم عليه ومصيدر عليه ومع ذلك تحدث اشياء فيه بدون ان وجدها هو الزمين اللي اوجدها لانه لنكن تكون وجدت بنفسه اذا في فاعل ثاني اذا في هذه الحالة لم نمكن كم المنفصل في الاضعاد اللي احنا نفيناها قبل كده ومنا الرحضانية معناها نفيكم الخمس اذا كده ما نفناش بدون ان اثبتنا فاعلية لغير لغير الله سعر سبير فرق بين تأثير الطبع وتأثير العلة اولا بحسب قولهم وبحسب اعتقادهم ان الطبيعة تؤثر وان العلة تؤثر والاثنان مشتركان في عدم الاختيار نعم يعني الطبيعة ليست عاتلة عشان تكون مختارة نعم ولا فاهمة ولا ارادة لها ولا سمعة ولا بصر ولا حياة اراه اذا معناها اذا اذا اخل احتيار احتيار يلجم من من فاع المختار نعم اولانا اودك مستنى اذا ظالمة ما فيش عقل لها ولا فيش ارادة كيف يجد الاحتيار لا يجد نعم بح وكذلك السبب والمساب ما فيش اختيار اذا في الحال فين ربنا نفي الاختيار نفي الاختيار تشترك العلة مع الطبيعة في نفس الاختيار فاشتبت بالبرهان والأدلة القاضعة أن خالف العالم ما يوجده اوجده ايه؟ الاختيار ربك يخلق ما يشاء ويخطار فلو نفين الاختيار معناه أنه فاعل بالإيجاب أو باللزوم الذاتي نعم لازم مملزوم فاعل كذا بالإيجابة نصي عنه الاختيار والفعل بالإيجابة يؤدي إليه؟ الاختران العلة المعلولة هو يؤدي إلى القول بكدم العالم عشان تثبت حدوث العالم لازم تثبت الاختيار إذا نفيت الاختيار نحن هل يجب أن هذا كدم العالم نعم إذا أثبت الحدوث تثبت الاختيار وما ضل الفلاسك وما تفروا إلا بالإيجاب الذاتي وهذا من أصول الكفر السبع نعم الإيجاب للذاتي نعم 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 والماء يروي بضضعه وكذلك تتعالى ذلك وفي اشياء عندهم مفهاش الشرط ومفهاش انتفاع المانع فيتموها الاو معلوم يعني فرضي يتجي مبلولة وحتحرك وانا في الساعة فيها تتحرك يتجي هنا مبلولة لا فيش هنا شرط فالذي لا يتوقف على شرطه او انتفاع المانع يسموه الاو معلوم يجي عندهم ايه نوعان النوع اللي هو يتوقف على شرط وعلى انتفاع المانع يسموه بضيع المانع الذي لا يتوقف يسموه الا ايه ومعلوم وقد يكون متوقف بس مش عارفين هو عشان كده يسموه قد يكون ايضا في الا الا في شرط برضه ولكن هم لا يعرفونه فيتموه ايه يعني الظاهر لهم ان الاشياء معين صبيع ومطبوع وعلى وينه مع المانع وجاء بمثال قال كالاحراق بالنسبة للنار فانه يتوقف على شرط مماثة النار للشيء المحرق وانتفاع مانع البلد فيه يعني عندهم قد بالك عند هؤلاء الطبائعين اذا مستت النار كده شيئا وهنه وجد الشرط وانتفى المانع لابد من الاحراق لا يتخلف الاحراق ابدا عندهم كده كده يعني عندهم رق طالما النار مسكت الكتاب لا يجب ان يحتر فلو قلت لهم سيدنا ابراهيم عليه السلام اهو القي في النار وضعت فيها ايام وكانت اجمل ايام الدنيا تحت النار بمزني جنة لو قلت لهم الكلام هذا لا يصدقونه وينكرونه وينكرون المعجزات ثم يقول لك ذا قوانين نواميك لا تتبدل ولا تتغير لانه ما فيش حد مهيم عليها وخالق لها عندهم ويتحكم بها بل هي بنبتها حاكمة وهي بنبتها مؤثرة وخالقة هذا مجرد من الجمعات لا ينفى المعجزات ما هم ينفى المعجزات لا يؤمنون بأن المعجزات معناها قر في الكلام اللي يقولون فينفى كل المعجزات لا يؤمنون بأي معجزة ننكرونها ولله وبرد الله لا موجود بس لازم بالإجابة أو بالعلا ومعلول زي اقتران محتدم العالم مش نفي للخالق ولكن اقتران الخالق مع المخلوق لأن الخالق مش مختار فلازم يخلق فيوجدان معا خالق مخلوق من؟ والأشياء التي خلقها الله هذه الماء أصبح التؤثر بطبيعها دون تدخل من الله خلقها في المرعولة وخلق استقلال الأشياء ماذا يقولون ماذا يقولون هؤلاء المعترفون بوجود الخالق مذهب ثاني يقولون بوجود خالق وأنكروش ولكن قالوا خلق خلق هذه الأشياء وجعل فيها قوة التأثير أو هي مؤثرة بنفسها أنه لو قالوا هذه الأشياء هي مثلا هذه الأشياء هي الخالقة وهي طبعا مخلوبة ولا يمكن أن يكون الشيء خالقا هذا من الدروء هو أفضل من فترة وأما التأثير بالعلة فلا يتوقف على ذلك بل كلما وجدت العلة وجد المعلوم كحركة الخاتم بالنسبة لحركة الإصبع والإصبع إن فالإصبع والإصبع كثة لغاية ولذا كان يلجم اقتران العلة بمعلومها ولا يلجم اقتران الطبيعة بمطبوعها يعني مثلا ايه معنى يلجم اقتران العلة بمعلومها يعني فيه اقتران وفيه تلازم والتلازم عندهم تلازم العقلي لا ينفك يعني ما فيش حاجة ما يعله من غير معلول ولا معلول من غير عله إنما ممكن توجد الطبيعة لأنه فيه هنا تتوقف تأثيرها على انتفاء المانع يعني العلة والمعلوم لا يلجم اقتران الطبيعة بمطبوعها لأنه لو تخلى في الشرط أو اذا انتفى المانع خلاص انما في العلة ومعلوم ما فيش كده يعني العلة والمعلوم يا جوران معا وجودا وعدا معا اقتردا ومعكا يعني توجد العلة يوجد المعلوم المعلوم للعلوم بخلاف الطبيعة يعني توجد كثير ماذا تعني توجد الكثير اذا بعد الإحراق سبج توجد الكثير يجب المывают الطريق الواحد وشح hoodie الطريق كان أستغلى الطبيعة ومطبوعة الطريق الواحد ليس لذلك لا تجي اقتراع يعني بين النار وبين الاحراق ليه لانه ممكن توجد النار وهو يوجد الشيء اللي هو المحرق ولا يوجد الاحراق ليه لانه انتفى انتفى شرط المماث النار اشتعلت ونحن الحمد لله سلام منهم ممثتناش وقالوا لم تمثنا النار فالشرط انهم يحرقوا بالنار تمثوا انما جاينا مفيش اقتراع بين الاحراق وبين النار اما العلة والمعلوم في اقتراع بيننا ومن يقول بالبضع او بالعلة فذاك كفر عند اهل الملة يعني ذاك كفر كيف يعني كفر في كفر من غير كافر يقول كيف كفر من غير كافر فذاك كفر صاحب وذاك اه يعني القائل بهذا كافر او هذا القول كفر لان الكفر لا يقوم بنفسه لكن يقوم به بالكافر فهذا القول كفر اي من قائله لانه لا يوجد قول بدون ايه بدون قائر صاحب ويصح رجوع اسم الاشارة للقول المفهوم من يطل فالحمل ظاهر على معنى فقوله كفر فيكون القائل به كافرا لانه اثبت اه يعني سؤال هنا لماذا يكون القول بتأثير العلة او الطبيعة كفرا انتوا جاوبا لانه يلزم عليه هذا اثبات شريك له في اثبات يلزم على كده يعني اذا قلنا بتأثير احداث شيء في الوجود اثر يعني ولا يوجد اثر بدون مؤثر فمن المؤثر هل هو الله تعالى ام هي الطبيعة ام هي العلة فلو قلنا بتأثير سواه اثبات الشريك معناها ناقص كم من الكموم الكمشة اللي هو ايه كم المنفصل في الاسعار لهذا السبب فالقوله بتأثير الطبيعة اي بتأثير اي شيء غير الله يعتبر ايه كفرا ويلزم عليه اثبات العكس لله ويلزم اه لانه اه سؤالك لماذا يكون القائل بهذا الكلام كافرا لانه اثبت الشريك لله والعجزة فعرفنا اثبات الشريك عشان تعد بالفاعل هو واحد في افعال يعني معناها كل الافعال له ترجع اليه وليه يرجع الامر كله اذا كانت الافعال كلها لا ولا فاعلة غيره مفيش حد تاني فاعل وجينا كلنا بتأثير غيره اذا كده ايه اثبتنا شريك في فعله وشارك له ثم اثبتنا شيئا اخر وهو عجزه ليه العجز ده عشان ايه وريني كده عجزه لانه احدث في ملكه ما لا يويده ايه او لانه يعني خرج عن ملكه شيء او القدرة فعالة اللي هو الشريك خرج عن ملكه او خرج عن قدرته لا يقدر عليه لا العجز ده في حكاية ايه انه معناها تنفي بالاستيار يعني مطبر نعم انه نافين بالاستيار وفي اقتران من العلوه ومعلوله فهو يعجز ان لا يفعل والقدرة معناه ايه فعل الشيء وتركه يعني اذا كان قادرا على شيء على مثلا على تعزيه انسانه فلابد ان يكون قادرا على ايه على اثابته اذا كان قادرا على احيائه لابد ان يكون قادرا على امادته نعم ولذلك يذكر الله تعالى القدرة انها تصلح للددين لنبعش ايه واحد بس لانه تعالى يقول يولج الليلة في النهار ويولج النهارة في الليل قال لو كان يولج الليل بس ما يستطيعش يولج ويبقى ده عجل يوحي ويوميت وقال يوحي وهو يوميت ومش كده بس اراك اعجب من هذا يخرج الحية من الميت ويخرج الميتة من الحية نعم لابد يكون ايه القدرة الصالحة للددين ما هي صالحة فلو كان هنا اذا ما كانت الضد الثاني يبقى ده عجل ولا مش عجل عجل مولا اه لابد يكون في ايه متقادلين بين امرين يعني بين ضدين وتجد عندما يذكر الله تعالى ضدا يذكر الضد الثاني يغفل من يشاء ويعذر من يشاء وهكذا ايه تجد في يبسط ويقضر يعذر من يشاء وهكذا ايه يجب الضدين يخرج الحية من الميت يخرج الميتة من النهار يلج الليلة في النهار ويلج النهارة في الليل يهدي ويضل يهدي من يشاء ويضل من يشاء لأن القادر على ذلك لابد يكون قادر على ذلك لابد كان يبيع سكوك الغران للناس يبيع خبعة من الجنة سكوك يبيع فاحد الناس كان مسلما ولكن دخل بينهم وقال له الذي يقدر على التصرف في الجنة لازم يقدر على التصرف في الناره إذا كان يملك هذه لابد أن يملك من الأخرى فأنا أريد شراء النار في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة لا يمكن أن يكون ثمن الجنة لا يمكن أن يكون ثمن بالنسبة للجنة فطبعا ماذا تريدون النار؟ لا العرب النار كامل كلها فهم البيع فهم النار عندما تلحية فسن فيها فهيشتريها يعني مثلا لو يجنب ألف دي مثلا بواحد بس من الألف فباعها فقال للناس خلاص في هذه الحالة هو مضطر يدخل الناس كلها في الجنة لما فيش نعرة نشتريها وأصبح جلكم مش هده في الحالة فيصبح يفضل بع الجباة الداعي الجنة لأنه هيدكم فيه مفيش لابد أنه إذا كده أصلح الداعي الجنة إذا أصلح الداعي الجنة لأنه مفيش حاجة ثانية يقولون إذا ما اشتريتوش هنا حواجدكم هنا خلاص ما لمش طريق للجنة دا بالممكن الناس يشتروا الجنة ومن يغفر الذنوب إلا الله لا يغفر على المغفرة ولا يغفر على العذاب إلا الله سبحانه لا يغفر على البشر والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أرسة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه ومن يغفر الذنوب يعني لا يستطيع لا الحاخان ولا الباب ولا الأدخف ولا البطرير ولا أحد من الرجال ولا الأنبياء ولا غفر أن يغفروا لأحد ذنوبه دا حتى في القرآن جعل استغفار الرسول الله موسيلة للمغفرة ولم يجعل هو الذي يغفر لهم واستغفر لهم الرسول لا يوجدوا فلا أحد يملك هذا أصلا إلا مين؟ إلا الخالق سبحانه وتعالى ثم إن الله تعالى يتكرم على عباده يعني مثلا وعد الله تعالى في قرآن يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر الذنوب مقسم إليه كبائر وعد الله تعالى في كتابه بأنه عند اجتناب الكبائر يكفر الصغائر فهو سبحانه وتعالى يكفر الصغائر بشرط اجتناب الكبائر فأقول الكبائر يبقى هنا يغفرها الله سبحانه وتعالى بس بشرط واحد اللي هو المشياء هل التوبة شرط في أنه تعالى يكفر الكبائر لا يبقى إذن يكفر التوبة مطلوبة نعم وإني لغفار لمن تابه وآمنوا وعملوا صالحا يبقى وعد الله تعالى بمغفرة الكبائر بعد التوبة تمام ويغفرها إن شاء بدون توبة نعم وبدون شفاع بالدليل قول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرف به ويغفر ما دون ذلك وفي الجوهرة ومن يموت أه ولم يتب من زنده فأمره مفوض لربه إن شاء عذبه فإن شاء غفره يعني إذا مات مرتكب الكبير دون أن يتوب فلا في كده لا نقبع لمرتكب الكبير لا نقبع له لا بالعفو ولا بالعقوبة إذا لماذا لا نقبع بالعفو لأنه لو قطعنا بالعفو تصير الذنوب في حكم المباحة إذا مدامت حيعفو عنك يعني حيعفو خلاص كلمة كده يرجع إفعل ما شئت مع عفو الزنوب وكده حيعفو عنك إذا لو قطعنا بالعفو تكون الذنوب مباحة يعني أنك أبحت له الذنوب صحب وإذا قطعنا له بالعذاب هذا يصطدم مع قوله تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب إيه من يشاء إذا لا قطعه لا بالعقوبة ولا بالعفو مباحة تحت المشيئة إن شاء عذبهم وإن شاء وإن شاء وإن شاء وإن شاء وإن شاء ما حدو وإن شاء وإن شاء لا يغفر من ذنبه فأمره مطلوب إلى ربي ولذلك قال وواجب شفاعة المشفعة ده في الجوهر محمد مقدما لا تمنع وغيره من مرتبى الأخيار يشفع كما قد جاء في الآثار إذ جائزا غفران غير الكفر فلا نكفر مؤمنا بالوزر لأنه لو قلنا مثلا إن العقاة المؤمنين يستعون مع الكفار في عدم المغفرة أو أنه لا شفاعة لهم في هذه الحالة إلا حصل استوى أهل الإيمان بأهل الكفر والله تعالى يقول في أول سورة الحجر ربما يود الذين الكفر لو كانوا مسلمين ليه يود لو كانوا مسلمين لأنه إذا اجتمع عقاة الموحدين مع الكفار في النار يقول الكفار ويقول الكفار ما أغمى عنكم إسلامكم يعني لو ما أسلمتوش كان أفضل الله كم جيتوا معانا بكم في الناس أنتم بتعذب وإحنا بنعذب وإحنا الحمد لنا أمناش لكن لكن أنتم آمنتم فما أغنى عنكم إيمانكم أو إسلامكم يعني يقولوا إيمانكم لا تحقوش يردتم ما أمنتوش ففي هذه الحالة يأمر الله تعالى ملائكة الحديث صحيح موجود في مسلمه البخار يا ملائكة أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان في هذه لما يؤمر ويخرج الموحدون يقولوا ليه الكاثرون يا ليتنا كنا مسلمين ربما يودوا لذين تفروا لو كانوا مسلمين الأول استهموهم بأن الإسلام هذا ما نفعل ملوش خيمة هذا ليس الإسلام من إيمان كياء الظاهر ده حتى اللي في القلب اللي لم يصرح ولم ينطف يخرج إذا كان في قلبه مثقال زره في رواية مثقال حبة من قربل من إيمان ليه عشان ما يستويش المؤمن ما عليه ما عليك ما عليك أم نجعل نجعل المسلمين كالمجرمين فنجعل المسلمين كالمجرمين فنجعل المسلمين ها نجعل المتقينة الكجار لما فيش منه فيش ينتظر وبعدين لو نفين الشفاء عن آهل الإيمان لجمعناه هنستوي مع السفاء اللي من يقوله فما لنا من شافعين ولا صديق الحمير معنى في ذلك أن لغيرهم فشفاء لأنه لو كان واحد إذن معناه يستويه مع بعض إذا لابد أن يكون القادر قادر على على الإثابة وعلى التعديل قادر على المغفرة وقادر على المؤفرة وهكذا إنما قادر على شيء واحد وليس قادرا على ضده بهذا عاجل عشان كده قلنا إيه هذا القول يؤدي إلى إيه ثبوت العجز فيكون القائل به كافرا لأنه أثبت الشريك والعجز الله تعالى والعجز الله تعالى عن ذلك يعني تنزه وتقدر عند جميع أهل الملة والفذات كفر عند أهل الملة يعني إيه إيه المقصود بالملة ملة الإسلام والملة والدين والشريعة ثلاثة في ملة سبعة ملة آذائك في الشريعة ثم جعلناك على إيه الشريعة في الدين لكم دينكم ولي دين والثلاثة بمعنى واحد متحدة بالذات مختلفة بالأتبار هي معنى متحدة بالذات مختلفة بالأتبار يعني هي الأحكام الشريعية هي الدين وهي الملة لكن من حيث إنها تملى يعني بتنقل تكتب وتحفظ فهي تسمى ملة عشان الإملاء تملى ومن حيث إنها يتدين يعني نتدين ونتعبت بها فهي دين شرع عليكم من الدين احفر عليكم من الدين ومن حيث إنها شرعت يعني هي الطريق وهي المنهاج وهي المدى وبينها لنا الشارع فهي شريعة ابقى الشريعة هي الملة وهي دين بس إيه الفاظ مستحدة بالذات مختلفة بالأتبار ثم قال واعلم أن الفلاتفة تفهمت الشريعة وهي أصلا من شرعة الماء يعني إيه جريان الماء وكانوا يشددون في الرياضيات ويبالغون ذجوح حتى ينكف الواحد منهم أشارين أو أكثر من غيري أن يأكل شيئا أمو الخيال ممكن يقول الإنسان أربح شهور بدون بعض وممكن مش عارف بدون ما تريد يعني بس مش أنت لو دعاكت أسبوع تموت بس لازم لا ينفع فجأة إلى مرة أحدة زي موضوع الجريان لو مثلا ما شفت يعني عشرة كيلو مرة في الواحدة ممكن تروح بعضه بسكتة قلبي إنما لازم أن أول مثلا يومية متر بعد كده نصف كيلو بعشية اثنين يعني تتضرب شيء لابد أن يستريف هم بيتريدوا على هذا مش يوم وليلا مش ينقضع فجأة يعني الأول ان قطعوا مثلا الأرض نحتاج زي نحن من الظهر إلى العصري وبعدين خلوهم ثمانية وبعدين اثنين وهكذا حتى يستطيع أن ينقص أسبوع وبعد كده زود يومين وبعد كده وهكذا حتى ما يصل إلى إيه إيه الشهرية وبعدين بيقول بدون بعان مش بدون شراف يعني برجو ممكن يشرب بارد يشرب كده يعني ممكن ممكن يعيش على السوائد أو على أي حاجة ثانية من غير استناد في ذلك يعني كان ديب يعني كده عشان قال يصف في جسمه لأنه يقول لك الطعام ذات إذا امتلأت المعدة يوضع والفكرة نعمه وفيش إنما لم يعود يسأمله وعاود يصفو عشان يعرف حقائق الكون يعرك به بعقله دون استناد إلى رسوله لأنه عندهم حاجة مع العقل الباطل يعني الإنسان أو ما تصفو نفسه تصل إلى معرفة الحقائق ومش عاوز رسوله لحاجة يعرفه كيف من نفسه وذلك عندهم الرسول والعقل الباطل بالتاح يصفو فيصف إلى الحقائق وتنطبع الأشياء في مرآة قلبي فينطب بالحكمة وذلك سموه الفلسفة عن الحكمة بواحدة الرياضة يعني الإقلال من الطعام وذلك تجيب جماعة المبهاء والبلغاء والأذكاء فعامهم قليل جدا من أكل كثيرا شرب كثيرا ومن شرب كثيرا نعم كثيرا ومن كمل فاتوا الخير كلهم فشل كثيرا لقلب وصاروا يبالبون بس هم الفلسفة لم يقتفضوا يعني أمرنا بالاقتفاض وكلوا واشربوا ولا تطرفوا ولا تطرفوا فهم يعني إيه؟ يعني لا إفراد ولا تطرفوا هم بالغوا جدا في الجوع وبالغوا جدا في الإقلال من الطعام وهذا إيه؟ غير مطلوب ما في حدود للزهد أو الاستقشف إنما هؤلاء بالغوا بالغوا هم أننا عمل يتعطون إلى شرح النذاء عن الحدود هم لغوا جميعا في الطعام وهو جعل العقل هذا إه؟ أطلق العقل في فهم قضايا التون أو في فهم وما أراء الليل والعقل محدود كما أن البطر محدودة أنت لو أخذت سحلت ببطرك في مثلا عين الشمس تصاب بالعمر لأن البطر له قوة محدودة وكذلك العقل وكذلك السمع فهم يعني تجاوزوا هذه الحدود وأطلقوا للعقل فهم كل شيء واتعانوا على ذلك بالرياضة والتقشف ولكن إيه اللي حصل لهم لم يوصلوا إلى الحقائق التي يطلبونها لأن هذه الحقائق لا يمكن الوصول إليها إلا بدوء إلا به بواصبة الوحي رسول من عند الله الذي خلق الكون ليخبرهم عن حقائده قال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسه فلما بالغوا دون هذا المثلك الصحيح واعتمدوا على عقولهم ما الذي حدث كانت النتيجة عكتية باروا يبالغون في ذلك حتى قاشت عقولهم فباعوا بحوس عظيم يعني أصيبوا بالجنون ووقعت منهم تلك التخفضات وهم الآن الإفرنج واليهود فيرون يعني إلا وصلوا إليه في نفسه وصلوا إن العالم علويا وسفريا مؤثر بعضه في بعض يعني جعلوا هذا الشيء واثر بشيء فجعلوا الشيء الواحد أثر ومؤثر وهذا تردت على الاشتماع لأننا قيدين يعني أنهم أنا مؤثر وفي نفس الوقت أثر وهكذا كل شيء يؤثر في غيره وغيره يؤثر في غيره وأنهم عندهم إيه؟ تلك لما لاش نهاية وبطلان ما ذهبوا إليه ظاهر فضلا عن العقلاء واعلم أن الفلاسفة كما قالوا بتأثير الضبائع والعلل وفينا فرط بين هذا وذلك قالوا إن الواجب الوجود يعني هم معترفين بأن الكون له خالب وهذا الخالب الموجد لهذا السون الواجب والواجب شرحناه ذا مثلهم ما لا يتطور في العقل أو تابت العقل الذي لا يقبل لانتفاقه لكنهم لما أثبتوا لهم استدددوا على وجود الله تعالى بدليل آخر غير دليل المتجلمين استدددوا بدليل الممكن الممكن والواجب نحن بدا إيه هو الممكن الممكن هو الذي يستوي فيه الصرفة يعني يمكن أن يكون موجود وممكن أن يكون معه إذن عندهم حاجة مع الممكن الممكن هو ممكن في ذاتها لكن هذا الذي يرجح طرف على طرف يعني يرجح وجوده على إيه؟ على عدم وجوده لا بد أن يكون المرجح شيئا خارج عن الممكن نعم لأن الممكن في ذاته مسترفيه إيه؟ الطرفين الطرفين ولا يوجد ترجيح بغير إيه؟ مرجح بغير مرجح فلا بد أن يكون الترجيح يعني هو مثلا في ذاته غير موجود شكرا؟ نعم فلو قلنا أنه هو الذي رجح فلو قلنا أنه هو الذي رجح لذا معناه هو موجود نعم هو غير إيه؟ موجود موجود وصرفان مستويان فيه فإذا لم يملك أن يعطي الوجود لنفسه فكيف يعطيه لغيره؟ يبقى لابد من المرجح أن يكون الخارج عن الممكن نعم في الدائرة موجودة عندنا ممكن واجب ومستحيل المستحيل لا يقبل الوجود أصلا مستحيل منتفك فاقد الشيء لا يعطيك فهذا يمكن يكون المستحيل هو يرجح أحد طرفين ممكن مكان من باب أو لا يرجح من نفسه نعم يبقى لم يبقى إلا الواجب فقال الثلاثة مجدد أن الواجب الوجود أثر في الممكن يبقى عندهم أثر ومؤثر من هو الأثر؟ اللي هو الممكن ومن هو المؤثر؟ اللي هو الواجب لكن تأثير الواجب في الممكن عبارة عنه؟ أن الواجب أثر في العالم العالم اللي هو الممكن والواجب عندهم اللي هو الخالق او الصانع هذا التأثير هو التأثير الواجب في الممكن تأثير علة في معلولها. لما قالوا انه الممكن دلوة العالم نتجة او صدرة تعافي لك صدرة عن الخالف او عن الصانع كما يصدر المعلول عن العدله. اذا في اقتران وتلازم ولا ما فيش. في اقتران وتلازم. فمعنى كده ان خالق العالم عندهم لا اختيار له. نعم. ما في عم الاختيار لانه هو عبارة عن حاجة لازمة بشيء اخر. يعني ظالم هو من شأنه ان يكون خالقا فلا بد ان يخلق. مش معناها اراد ان يخلق او اختار ان يخلق فقال انه هذا يصدد مع روايات صحيحة في السنة النموية ومع ايات قرآنية. لانه تعالى انفرد وحده ام في الهدل بالوجود. يعني لم يشاركه في الوجود احد. كان الله ولم يكن شيء غيره. نعم. يعني معناها لا كان عرش ولا ارض ولا زماء ولا مخلوق ولا انت ولا جنس. هو واحد فيه. كان الله ولم يكن شيء غيره. فاراد تعالى ان يخلق الخالق. فمعناها لم يكن لو كان زي ما بيقول الفلاسفة. علا ومعلول. انه معناها لم يأتي لحظة او زمن الا واخترن وجود المخلوق بوجود الخالق. فهناك ثلاثم. زي الثلاثم بين حركة الاصبع وحركة الخاتم. يتقى اذا وجدت الحركة الاصبع توجد في الخاتم. واذا امتسف يدران وجودا وعدا. وعدا. نعم. يتقى معناها بينفع عن الله تعالى عن صانع العالم وعن خالده انه اوجد العالم فيه اختيار. عارضين الصيرت اللي يتحرك العجل. اذا يتحرك لازم تتحرك ليه؟ العجل. لا فيش اختيار. يبقى هنا قالوا تاني عبارتهم. قالوا ان الواجب الوجود. اثرة في العالم بالعلة. يعني يسموا الصانع او الخالد يقولوا علي علة. دعا والعالم يبقى ايه؟ معلول. طب لما كان هناك. مش قلنا كده. العل والمعلوم فيه بينهما اقتران. نعم. اما الطبيعة والمنفوع ليس بينهما ايه؟ اقتران. بتوقف على شرق وعلى انتفاء ايه؟ ما نعم. فاذا كان هناك اقتران. ايه؟ معناه ايه؟ العالم عندهم قديم. ايه معنى قديم يعني ليس حادثا. لانه قديم بس قد قال ليس بذاته. وانما بقدم علته. نعم. مدام في اقتران بينهم. وقلنا لابده. اوجد العل ووجد المعلوم. اوجد المعلوم ووجد المعلوم يجعل في اقتران. لذلك معنا كده العالم قديم بقدم علته. اما هو في نفسه حادث. لكنه لا يمكن ينفصل عن العل ولا العل تنفصل عن اللي هو قديم. نعم. اذا في اعتبارين عند الفلاس. اذا سمعت او رأيت بكتبهم كلمة ان العالم حادث ليس معناه انه موجود ساعد عدم. وانما يعبرون بالحدود عن الاحتياج والابتقار. الى العزة. لانه من نفسه او ذاته هو ممكن لا يقبل او لا يمكن ان يرجح نفسه وجود نفسه على عدمه فلابد من مرجح اخر. فهو محتاج ومستقر لوجود هذا المرجح. ولكنهم ملازم. انهم يعترفون بالخالق. نعم. لكن لا يعترفون بان هذا الخالق له استيار. نعم. انما معناه اسم كده فاعل بالاجاج. او باللجوم الذاتي. ويلزم من قدم الالتي اه قدم معلولها. اذا هم في هذه الحالة عملوا ايه? صرحوا اه? بتسديد الاحاديث النبوية هذه الصحيحة الصريحة. في ان الله تعالى كان ولم يكن شيء غير. يلزم على ذلك اقول انهم مصنون بالطفاء العالم كده. لا. بل العالم عنده مش حينساهي ومالوش بداء مالوش نعم. نعم. يقالوا هذا في الرد عليهم. طب ليه قالوا بقيدها من العالم المحتاج مش الخالق. المحتاج اللي هو ايه? اللي هو العالم. المعلوم. اللي هو المعلوم. اللي هو الممكن يعني. ايه المحتاج اللي هو مين? اللي هو العالم. من الجول الخالق. من اللي حيحسان الى الاخر? المؤثر والاثر يحتاج الى مؤثره. مش العكس. فالعالم هو المحتاج الى هو المصرات. اما الخالق سبحانه وتعالى ليس محتاجا الى هو من العالم. لكن يبت نكمل الاحتياج الى الاستيام ده. من السلام. كأنه مثلا يشير الى ايه? زي ما منذكروا سنانه وتذلك. لولا الخالق. لما ظهر التوحيد مثلا مين اللي حيوحده مين اللي حيوحده مين اللي حياتف القرصية. يعني كان الله محتاج مثلا لهذا القلق عشان يذكر او يعبد او ما. وفي الادل لم يكن شيء غير. تيجي بعد كده ايه? اه بقيت الحديث. كان الله ولم يكن شيء غير وكان عرشه على المهل. يقول لكن لم يصرع النبي صلى الله عليه وسلم لان العرش مخلوق. يعني مع ما له وجود مع الله تعالى ادلا بدليله. كان الله ولم يكن شيء غير وكان عرشه على المهل. فهموا انه ايه? اه هنا فيه مخلوق مع الله تعالى وموجود معامل الادل. فالحجم كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على المهل. نقول لهم لو كان هذا المعنى صحيح يردم عليه ايه? يردم عليه تناقض الهبارتين. انا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له كلاما ينصب او يكذب بعضه بعضا. فهو في العبارة الاولى يطرح به بنسي وجود شيء مع الله. وفي العبارة الثاني رفه. وجود شيء مع الله. نعم. ومسوا او ايه او تناسوا او جاهلوا حاجة ثانية اللي هي الماء. وكان عرشه على الماء. فالنبي يتكلم بازالية ايه? الماء. اللي هو العرش موجود ايه? عليه. يبقى لا عرش ولا ماء. والله تعالى مصرح في القرآن الكريم بقوله تعالى الرفع في اه فخصلك التوبة. اه? اه. عليه توكلته. وهو رب العرش العرش العرش. 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 بل زاني رب هو رب العرش. ادى العرش مربو. مكروب. وكل مربو مكروب. مكروب. نعم. ادى العرش له جدا. ادى كان كان القرى اللي تناول ديه. ليس اه جمد. انما بمصدر يعني معناها الكون الكون يعني كونه تعالي ليس كان معناها ايه تنعرف معهم كانوا يسموها ازالية كده كون يعني كونه تعالي اما كان الثانية زي هي الايه الناقصة يقول الاولى تامة والثاني ايه الناقصة لا اتكنمش عن الاستواء الاستواء vue المعليه كان الله ولم يكون كونه هذا معناه ايه انه علا في الاضى كان وحده وبعد اختار ان يعني ليس خالقا بالاجاز او باللزوم كما يقول الفلاسة. لانه لو كان بالاجاز او باللزوم يلدم من هذا وجود الخلق او العالم معه تعالى ازلت. وهذا تكذب لعيات القرآن. لان القرآن يصرح بان الخلق له بداية. والفهم هذا يعكي في المعنى. ويقول لك ان العالم لا بداية سلام. هل الله تعالى له بداية? لا. مدامة العالم موجود معه منذ الازل. فالعالم ليس له بداية. لكن ايات القرآن تصرح بان الخلق له بداية. اولم يسيروا في الارض. فيانظروا كيف بدأ الخلق. يعني في بداية كما بدأنا. ومدامة في بداية اذن معناها هذا العالم سبق بعدم. ومدامة العالم مسبق بعدم يعني كانت موجود مع الله. ومدامة ما كانت موجود مع الله اذن الله تعالى فاعل مختار. يعني اراد ان يخلق فخرة. ده خلاص اللي القصر. ولا فيه كلام تاني بيهم. ليس بعد ايضا كلام. اولا تكون عظيم تأيض الثلاثة. تعالى الله قولينا الله. قالوا ان الواجب الوجود اكثر في العالم بالعلة فهو تعالى. علة فيه. فلذا قالوا ان العالم قديم. نعم. هل الثلاثة فيعتقدون بالتدم العالم في ذاته? عارف ما اعتقدوا بالتدم العالم في ذاته? يعني معناها نفي للخالب. عارف. نعم. نعم. من اللي نحتاج خالب. من اللي نحتاج خالب؟ الذي له بداية. الذي لم يكن له وجود ثم موجد. اما اذا كان العالم وجود مستمر بلوح بداية. فليس محتاجا الى خالب. فالعالم هو هو الخالق قال تعالى أخلكم من غير شيء أخلكم الخالق السؤال كده شيء موجود على دوره وجوده مستمر هل هذا محتاج خالق؟ من المحتاج إلى خالق الذي ليس له وجود المعدوم يعني إنما هذا موجود وجوده مستمر يبقى إذن العالم في ذاته عند الكلاسفة ليس خديم قم بل القدم عشان اتلازم بين العلة والمعلوم العالم في نفسه ممكن في ذاته ولكن بالنظر إلى اقترانه بعلته فهو خديم ليس بذاته وإنما لقدم علته ومنين جابوا هذا؟ بسبب الاقتران لأنه في اقتران بين العلة ومعلوم وليس هناك اقتران بين الطبيعة والمطلوب فاضح؟ المشاهد حاجة يقول أن العزم يتعلم هناك القدم بالذات لابد أن يكون باكي لكن القدم بغيره عندهم باكي؟ لا القدم ما هو عندهم فيه تلازم القدم بغيره وفي اقتران فيه تلازم وإذن البقاء هذا نفس العلة اللي هي التلازم يعني معناها فيه تلازم يعني ان يكونوا بغيره لابد أن يكون باكيه وفيه تلازم وما فيش انفكاك وكان في انفكاك الجمعناها العالم عندهم مش قديم فقط وأيضا باكيه لأن العلة لا تسمع لا تدول إذن فيلزم من هذا بقاء العالم أيضا يبقى عند الفلاسفة ما فيش بداية للعالم وفي حاجة ما فيه وبعض ما فيش فناء ما فيش إعادة كاملة أتعينا بالخلق كما بدأت تعودون وما فيش بداية إذن ما فيش إعادة هيعيد إيه؟ يعني هو الآية باسترحة الله يبدأ 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 الخلق ثم يعيده ظالم وهم هناك وأنه يبدأ الغلازم ينقوه ولذلك ما فيش حاجة يعني عند الثلاثة أشياء الغدالي تكفرهم بسببها وفسقهم أو بدأهم بسبع عشر حاجة يعني عشرين على بعض إيه الثلاثة اللي حكم الإمام الغدالي بكفر الفلاسفة فيهم قدم العالم وحشر الأكساد قدم العالم وليس القدم في ذاته ولكنه دي قدم إئلتك وإنكارهم الحشر الجثماني يعني الحشر ذا عبارة عن أرواح من الحشر الجثماني له وبرضو عندهم إنكار النعيم والعذاب والعذاب عندهم حاجة كده معنوية والنعيم كدلك والثالث إيه إنكارهم علم الله تعالى من تقصيلات ونجريات يعني يعلم ربنا الأمور بكلية الكبيرة إنما التقصيلات والأمور اللي بالذات اللي والخفاءة الإنسان يترك عليه كأنهم يعني هم منشجلك بالأمور منجحة منجحة عنها وعنده مفاسح الغيب لا يعلمها كيف يأتي بها كيف يأتي بها؟ كيف يأتي بها؟ كيف يأتي بها إذا كان لا يعلموا؟ يبقى إذن إنا نحن في سورة ياتين نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين يعني حتى الآثار هم مرحلوا ربنا سجل حسناتها عليهم أول كيف يأتي بها؟ كيف يأتي بها؟ مين؟ كتاب الإمام يعني معناه المخدم هذا الكتاب يقدم لهم يعني كأنه يأمهم يقودهم وكل إنسان أنزلناه ونخرج له كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتاباً لا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أحصينا ما فجلناه عليه محمد النبي إمام بمعنى آخر مخدمة إمام لها معاني متعددة يعني إمام الصلاة والإمام الأعظم يعني إمام المسلمين بمعنى الخليفة والإمام يعني إمام أنه كان قائد أو أم المسلمين أو هو رسوله يعني لها أكثر من ما فلذا قالوا إن العالم قديم لأنه يلجم من قدم العلا قدم المعلوم فقد أثبتوا لهم مدام فيه اقتران فيه تلازم نفو عن الله الاختيار تصرح العقيدة الإسلامية اللي احنا نعتقدها كلنا بأنه تعالى مختار وفيه خلقه يعني ليس معناها ربنا خلط الخلق رغما عنه أو ليس معناه هو بخور أو مجبور على الخلق ده هو مختار اقرأ كده العية صريحة وربك يخلق ما يشاء يعني إذا شاء تعالى أن لا يخلق لا يخلق ما فيش حد يلزم بشيء يعني مش معناه هو مضبر أو معناه واجب عليه لا يجب على الله تعالى فهو أراد أراد أن يخلق فخلق ولو أراد أن لا يخلق ما خلق لكن عند الخلاسة ما فيش حاجة من فيه عنه الإرادة يعني معناه هو فاعل بالإيجاب كلمة الإيجابة ما فيش اختيار ما فيش اختيار يعني معناه هو واجب تحل الثلاثة إنما لو كانت أجب عن ثلاثة من أربعة يقول أنت مش بتحل بالإيجابة انت مش بتحل بالإيجابة بتحل بالإيجابة بيش اختيار بيش اختيار زمان كان يقولون كده مش اشترطوا علينا في الخريط لازم تجيب اختيار انا مش متعاودين عليه لكن الاختيار ده يؤدي عدم ضبط الخدوات يعني معناه ممكن تكون انت اخترتوا حاليا فاق ومش حنف طبيع ونعمل ايه توازن بين الضلاثة يعني ممكن واحدة تفاوم على الثاني بسبب السؤال إنما لو كان الأسئلة واحد هيظهر ليه التمييز الحقيقي تمام كده؟ وكنا ما نعملش كده الأول هناك لابد عندهم اختيار ده بالإيجابة يعني لازم تجيش لابد يعني لابد ان تأثي او ده اسمه ايه؟ إنجاب نعم فبرضو جد كان ثلاث أسل وما فهمش اختيار قالوا كده مخالفة وكنا ما فيش مخالف أخلص تكتب العقار ده أجب أو لا تجيب عن الأسئلة الثلاثة إذا ده افتيارة مش افتيارة افتيارة بأولاد الله تعالى عدم الاختيار وعدم القدرة عدم القدرة على ايه؟ مدام تخذ بارك متى يكون العفو عند المغزرة ليه يسموه عند المغزرة يعني هو قادر على ان لا يعفو قادر على ان يأخذ حقه قادر على ان يعذبك فاذا عفى عنك في هذه الحالة تكون صفة ايه؟ صفة مكة اما اذا كان العفو عند الضعف او العجب فهذا ليس دين بمكة ولكن انه ايه؟ عين وزن مكبور غير مطبر لانه معناها مطبر زي ما انت مثلا لك دين عندها ومش عندك اسباب ولا تستطيع تروح الشرطة وانت مثلا هذا ليس دين بمكة رئيسك في العمل او اتخاص مما حاجئ او ممكن اعملتك عليك فترف تقول له ايه؟ انا سمحتك وانت مش ما تستطيعش ان تبعل غير هذا اذا ايه؟ بعض ان متى يمدح العفو عند المغزرة فمتى يكون الاله مستحقا للمسر اذا كان يخلق باختياره يعني مش معناه الهلال يخلق يعني معناه اذا شاء ان يخلق لا يخلق او لا انما اثبتوا له عدم الاختيار فان لا لابوا عدم القدرة منه لانه ايه؟ لا يقدر ان يفعر غير هذا اذا كان معناها حددوا ايه؟ قدرته يعني لازم اخلق نعم من العكس على الدد يا مغلا هذا من ناحية العلم نعم لانه العلم اذا تعلق بشيء فلابد ان يوجد والقدرة لا توجد لا توجد شيئا لم تخصصه الارادة ولم يكن في العلم ولم يكن في العلم فمعنى كده ليس في الامكان ابدع من مكان ليس في قدرة ان الله على كل شيء قدرته ولكن كل ما يخلقه الله تعالى ويجده ولو ابدعه مستبقى في علمه نعم فلو كان حيكون في احسن من شيء يعني انه حينقلب العلم الى ايه؟ الى جهة هل من هذه الناحية من الناحية ربطها بالعلم اما اذا لم تربعها بالعلم انه معناها في ابدع و ابدع و ابدع و هكذا واذا تعملت في قوله تعالى وليس الذي اتخلق السماوات والارضة بقادر على ان يخلق مثلهم يعني ايه؟ بلا لابد تقول ماذا؟ ولو قلت نعم تفر لانه هنا استفهام منفي قال ابو عباس في قوله تعالى ألست بربكم؟ قالوا ايه؟ قالوا بلا قالوا لو قالوا نعم لا تفر يعني كانهم يقولون نعم لست بربنا نعم انما لما يكون باستفهام في نفس فيكون الجواب بلا نعم لست بربنا انما لو كان في اثبات نعم هل وجدتم ما وعد ربه فيش نفي هل وجدتم ما وعد ربتم حقا قالوا نعم مش بلا انما لما ايجي نفس مع الاتفهام يبقى الجواب يكون بايه؟ بلا بلا انجوا معناها لماذا لم يقل اوليس الله لخلق الشماوات والارضة بالفاجر على ان يخلق احسن منهم؟ انما قال ايه؟ على ان يخلق مثلهم لانه سبق في العلم ان هذا احسن شيء فلو قلنا احسن ثاني اذا معناها المتبق فالعلم كان غلق فكان الصح اذا معناها طلع الحاجة كان احسن اذا معناها كأن العلم كان قاص او ناقص وحاش لله تعالى وذلك قال على ان يخلق مثله يعني لو شوف ربنا يقوله لا قد خلقنا الانسان في احسن تقيم عندما قال في احسن تقيم علم الله تعالى ان هذا احسن تقيم فخلق الانسان عليه لو قلنا في احسن من كده يرغب معناها علم الله مثلا الصح نعم معناها كده فلذلك قال الرجال ليس في الانكان ابدع من ما كان عشان ثبت علم الله تعالى به نعم لو انت قلت لا ده في حاجة احسن من كده الذي علمه الله تعالى ليس علمه كان جحلا وحاش لله تعالى ان يكون علمه جحلا انما احنا ممكن بعد ما واحد يوريبك عمارة يقول ده مفيش احسن من العبارة تقولك بعد دقيقة واحد يوريك العبارة تقول والله ده احسن منك ما انت لسه وانت لسه مفيش احسن منك انت جاهل علمك ومنكم تشوف واحدة يقول كل مكسوب حاجة يتجدد منك كل هذا احسن منك وده احسن منك وده احسن منك وده احسن منك وده احسن منك انما علم الله تعالى احاط بكل شيء نعم فهذا في علمه انها في احسن تقول يا ايها الانسان ما غرف بربك الكريم الذي خلفك ففي اي اجمل واحسن سورة فلو قلت ان هناك سورة احسن من ذلك فهذا تكذيب لله تعالى هذه اجمل واحسن سورة بدليل انه ايه لا يوجد مخلوق من الكائنات الحية الاخرى يشبه الانسان في قوامه وفي اعتداله وفي حتى الحماردة اللي هو دار لما قال الانسان اصله ايه قرد وقعد يتلسلها يعني هو النفس الواحدة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال خلقكم النفس وسط النساء الناس الواحدة قرد وقردة واجعل منها دوجها فلو كان الامر كذلك العلماء الدارسين في اوروبا قالوا ذاكي حاجة مهمة جدا غفلوا عنها مش شرط شكل الانسان ونوش به شكل القردة او كذا او في ذيين او مفوط قال ليبقى طاصل عظيم جدا لا يمكن ان يحل الولادان ولا غير اللي هو الذهن تكوين الذهن الانسان عن الذهن الحيواني قال ما يقدرش يحلها ابنه قال مهما كان مهما كان وجود شبه بين الانسان وبين الانسان في البنية الجسمية انما في العقل هل يمكن ان يصل للفهم ولا يتطور هل يمكن يتعلم علم السلام ولا يتعلم شيء بقى الانسان وهم حينقربوا حيوة فقيرة وصلا ما هي لكن صنعت حاجة اخترعت حاجة انجاء الذهن الانساني لا يمكن يكون زي الذهن الحيواني باي حال فرق بين السماء والارض مع وجود التشابس به بالذينية الحيواني ونظروا الى الصورة العظمية العيكلية ولم يلتفتوا الى الناحي العقلية الذهنية نعم فقد اثبتوا له تعالى عدم الاختيار في النار وعدم القدرة في النار لانه ايه القدرة متى تكون لما يكون في ايه الضدين يولج الليلة يعني يريك الله تعالى القدرة فان هذا بدليء بحاجة تحير العقل فلا يقول لك ان الله تعالى يقول لك لا ولا يقول لك انه تعالى يولج الليلة في النهار يقول لك ويولج النهار في الليلة ولا يقول لك انه يخرج الحي ويخرج الميت من الحي يعني يريك انه قادر على الشيء وعلى ضده فسبحان الله حين تبسونك وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي فقل اللهم مالك الملك لا تؤتي الملك لانه وتنزح يعني اقول لك انا قادر اجيب لك وانه ااخد ضده مش حسين هولك وشوف هنا تؤتي وقال وتنزح لانه التامع المقادر للإيتاء اللي هو الاخذة مش النزع فقالت تنزح لانه مش حيثيبه بالساهد فلازم ينزح منه نزع شيئا في آية ثانية في النعمة ولئن اذقناه ثم رحمة ولئن اذقنا الإنسان منه رحمة ثم نزعناها ما قالت ثم اخذناها لمن حيثيبها الا ايه بالخوة ممكن في وقت واحد ممكن لانه يقصي هذا وينزعين هذا وممكن يعطيه الشخص الملط ثم ينزعه شخص واحد لا فناك في وقت واحدة مولانا في وقت واحد الاتاء والنزع في وقت واحد ممكن يدونه ملك دقيق واحدان جمع دا اول دقيق لا اول دقيق ما ينفعش ايه ايه اذا اذا فهمت عن الله تعالى انك ربما منعك فاعطاك وربما اعطاك فايه تمنعك فقد يكون المنع العطاء والعطاء المنع دا هو عين العطاء يعني معناها لو اعطاك مال وحصل فتنة بهذا المال يعني فتنت عن الدين وعلى الصلاة والعادة لله خرش من الاتنان يبقى المنع هنا هو هو عين العطاء يعني اعطاك الامام الذي كان سبب من الجنة ومنعك المال الذي كان فيدخلك النار يبقى المنع هو ايه عين العطاء ربما اعطاك فمنعك اعطاك الدنيا فمنعك ايه ربما منعك فاعطاك يعني منعك الاستراع هنا ثم اعطاك الخير الكثير في ايه في الدنيا والاستخدار نعم والحافظ ان الفاعلة بحسب الفرض والتقدير السلام الفاعل يعني ليه المؤثر او الموجد بس بيقولك هنا مش بحسب الحقيقة لانه بحسب الحقيقة ما يتعددش نعم الفاعل اذا افترضنا اذا افترض بالعقل يقولك يفترض الثلاثة انما من ناحية الحقيقة سبحانه وتعالى ولو تعدد الفاعل لأدى ذلك الى اثبات شريك مع الله الله خالد وكل شريك يعني معناه من الذي يقع للخلق يغز يغنى يبكي يشكي كل هذا مرده الى واحد لذا الاسعال كلها رجع الى واحد الله الذي خلبكما ثم ثم رزقكم خلق ورزق ثم يحيكم ثم يميتكم يحيكم ثم يحيكم ثم اكترى كله الله الان اعلم وقت المملكة دعا يحيكم ثم المملكة هذا يجب الله. فقال ان الله الحمد اللي بيخطب خطبك ان الله ان الحمد الله محمده ولكنك فيه ايه? فمن يهدي الله فلا ايه? ومن يضلل فلا هادله. فلما ترجموها للرجل ده ما عجلتوش. وقال لعمر ان الله لا يضل احدا. فقال له نعم لقد خلقك الله هو اضلك. يعني خلقك واضلك. لما تقول هو ما يضلش. والضلال موجود الجميل اللي اضل بقى معناها واحد ثاني غيره. وزاك لما ربنا قال يا اهدي لازم عشان التوحيد لازم يعمل بثنين. لما لو ساب واحدة غيره يعمل بثنين. لازم اللي يهدي هو اللي يضل. لازم اللي يضحك هو اللي يضحك. انه هو اضحك اه? ايسا اخي شوف في النجم حاجة تحسير عجيب. انه اضحكة واضحك. وخلق مش ازاود واحد خلقة للزوجين. انه لو خلق واحد. انه معناها في خالق لمن? الافتنين لانه هو موجود. لا. وبعدين ايه? اغنى واقنى. اضحكة واضكة. امادة واحية. امادة واحية. يجب لازم جيب لك ايه? الابضاء. حيث انه ما جابش الابضاء يجب معناها ايه? عجل. من الصميع يشيب علي ايه? افتنين. نعم. يبقى اذا الفاعل في الحقيقة واحدة. وهنا الشيخ بقول لك. والحاصل. اقرأ كده العبارة. الحاصل ان الفاعلة بحسب الفرد. بحسب الفرد يعني ايه مولانا. يعني افتراض. وبحسب التقدير. يعني احنا بنفترض. بنفترض. انما في الحقيقة هو ايه? واحد. كمف. والحاصل ان الفاعلة بحسب الفرد والتقدير ثلاثة. فاعل بالطبع وفاعل بالعلة. وفاعل بالاختيار. وهو الذي انشاء فاعل وانشاء تراض. اذا حاصل بحسب الافتراض. هنجد انه الفاعل احد ثلاثة. يعني الفاعل يعني المؤثر. يعني الموجز. اما ان يكون بالطبع. طبيعة ومضبط. واما ان يكون فاعل بالعلة. يعني سبب. وايه? ومسبب. يعني مثلا. ايه السبب في وجود هذا الشيء? هذا الشيء ده متبب. يعني سبب استأثير في احداث هذا الشيء. يعني معناها اللي اوجد ده. اذا كان سبب ومسبب. اذا ايه? علة ومعلوم. اسمه ده فاعل بالعلة. نعم. طب. واذا كان بالطبع. ايه? بجعيزا ايه? فاعل بالطبع. يعني بالطبع. نعم. وفاعل بالاختيار. اذا الفاعل بالطبع. مافيش اختيار. والفاعل بالعلة. مافيش اختيار. اما الاختيار لمن? الخلق. للفاعل. اللي هو التالثة. اللي هو انشاء فاعل وانشاء ترك. يعني انشاء خلق وانشاء لم يخلق. وهذا يسمى ايه? فاعل بالاختيار. نعم. وكلها ايه الثلاثة. قال بها الفلاسفة. احنا الان بنقول الفلاسفة قالوا ان الفاعل. اه اما الطبع. اه اما ايه? اما الالة. ولم يقولوا بالثالث. قالوا به للخلق. اه. قالوا بالثالث ولكن السؤال هنا. عندهم العالم تصور خالد العالم عندهم ايه? ليس مختارا في خلقه. ولكن فاعل الله بالايجاب. نعم. وعندهم الطبيعة اثرت في مطبعها ومافيش اختيار. او مثلا النار عندهم تحرق. ولا اختيار لها. يعني معناها اذا مستت النار الورق. يحترق الورق. ان شاءت النار ان تحرق او ان تشعر. نعم. بس بايه? بشرط المماسة والزباع المان. والبلد. نعم. يبقى عندهم. هل في اختيار بالنار? يعني ان لو واحد وم واحد في النار تقولوا ان النار مش هحرقه. فالليه لو جاعد معناه مكلا حبيبي ومافيش مشاكل. يجا مافيش اختيار للنار. يجا النار عندهم طبيعة ويه? ومطبعه ولا اختيار. والسبب المسبب عندهم معلوم ان مافيش اختيار. وعندهم الفاعل وانشاء فعل وانشاء شرف عندهم هو الانسان. شوفوا الاستفاعل اخر نفع الاختيار عن الله واثبته لما هو مخلوق لله. فجعلوا الانسان منهم ان شاء فعل وان شاء ترك واسندوا له الاختيار وقالوا عن خالد او عن موجود العالم انه فاعل بالاجابة. فالثلاثة قال بها الايه? الفلاسفة. يعني قالوا بالطبيعة. وقالوا بالعلم. وقالوا بالاختيار. ولكن الثالثة عندهم كالانسان مثلا. اما اهل الملة قالوا به بان الفاعل بالاختيار سبحانه وتعالى واحد. هل لما قالوا ان المختار او الفاعل بالاختيار واحد. هل نفو اختيار الانسان? لا. ما نفوه. اثبتوه. ولكنهم جعلوه مقيدا. اه? بارادة الله تعالى. فالخلف يفعلون بارادتهم واختيارهم. افعالهم الاختيارية التي شاء الله ان يختاروها. وان يفعلوها. وهذا واضح في قولي تعالى. وما تشاقوها الا ان يشاء الله. نعم. فلم ينفي الله تعالى مشيئتنا. ولكنه قال لنا شئوا ما شئتم. ولكن لن تشاءوا الا ما شئتم. نعم. ليه? لانكم مخلوقون. انا انا خلقتكم. وخلقت فيكم هذه الارادة. وهذا الاختيار الذي اجعلكم به تختارون ما اهيد. يعني انتم تقعلون باختياركم. ولكنكم لن تختاروا الا ايه? ما اخترتهم. انت اختاروه. زي ايه رجل الاس? اه ان هذا ان هو الا ذكر للعالمين. لمن شاء منكم ان نستقيم. يبقى انت تشائه الاستقام. وبالما انت تشاء الاستقام. يبقى ان شئت فلا تشاء الاستقام. انا ممكن تريد ان تستقيم او لا. نعم. لذا قال لي من شاء. نعم. لانه لو كانت كلها يستقيم. يبقى ايه معنا لمن شاء. يعني معناه كن من شاء يعني منكم من يشاء ان يستقيم ومنكم من لا يشاء. نعم. ثم قال وما تشاء منكم الاستقامة. لا يستقيم الا اذا شاء الله تعالى له ان يستقيم. نعم. ده ايه التقرير الواضح. اما قال المسلمون لم يقولوا الا بالاخير. بلو ايه? الفائل بالاختيار. ولكنه مخصوص بالواحي بالقهار. سبحانه وتعالى. اما الفلاسفة فيعلوه المين? للانسان. ونفوه عن مين? عن الله تعالى. ثم قال ومن يقول من اهل الزيغ ان هذه الامور العادية تؤثر في قول ثالث. كلمنا عن الطبيعة. ولا الا وكل ارمان ما تكلمنا عن الانسان. في قول ثالث هو قول للمعتذلة. قالوا ان الاشياء لا تؤثر في بعضها. يعني مثلا الطعام لا يؤثر في ايه? في الريل. او الماء لا يؤثر في الريل. او الطعام في الشباة. او النار في الاحرام. لا يؤثر في طبيعة. ولا يؤثر بالعلة. وانما يؤثر بايه? قوة يعني عندهم هل النار تحرق بطبيعتها? اللي يقول كده كاف. او ما يقول بالطبيعة او بالعلة فدعها تكف. فاذا قلنا النار تحرق لانها الا. برضو كف. او ما النار تحرق بايه? اللي حيقول تحرق بقوة. او القوة التي اودعها الله تعالى فيها. او ما تحرق كيف? قال له النار لا تحرق. انما النار جعلها الله تعالى سببا وجعل ربا بينها وبين الاحرام. فان شاء هو ان تحرق حرقك. وان لم يشأ لا تحرق. حتى لو قلت فيها الشيء الشرق الذي ينبذي ان يحترق لا يحترق. كما قلت يا ابراهيم عليه السلام. قلنا انا نارها. كوني برضا. فلو كانت بضضيعتها او لا احترق ابراهيم ولا محاك. ولا يتخلف عنها الاحرام. ولم يتخلف عنها الاحرام ابدا. نعم. يتقى معناها تحرق اذا خلق الله فيها او عندها. اه? او بها الاحرام. يتقى اذا مست الشيء. وخلق الله الاحرام. يتقى ماذا يحرق في الحقيقة ده هو الله. نعم. زي اذكر زي استشاع ins perseاشى. نعم. نعم. لك السكين دعنا کے ذلك. احنا نقوليه ان ان كان المسكين زفحت. نعم. لكن فلا تجب SALMA. ده اللجمة لك السكين و أجراه هو الذي زفحت. وهذا سيكون نعاقد المصوات. نعاقد المصوات باستشاع сорماع الزوبيل. نعاقد الساكين ولا ما لا يحفر الفاست الإجراء. لعم Whitney ima Timeske StÍ vêcTION سيمة مثل الاس اللي قلناك peel لَ collect и وَت João لما تشقني؟ قال سلمان يذقني المسؤولية ليس على الوسط المسؤولية على الذي يذقه فاذا الاستكين لو قلت انها تذبح بحدة بالسبب الظاهر انما الزابح ليس هو استكين بل هو يمسك بها فكذلك الذي يحرق ليس هي النار الذي خلقها ولو شاء ان يعطلها لا يعطلها اذا اول ما يلقى الشيء في النار يجعل الله تعالى سبب ومثبب وقال كده ما اسبع سببه ثم في اسباب في رب من الاسباب فاذا وجد السبب والمثبب يخلق الله تعالى ايه الاحرام او الريه عند الانسان ولو شاء ان لا يجعل فيه الرجل ولو شرب حتى ماء الدنيا كلها لا يرتب ان الا اذا ابيح المسان وهكذا وحتى الحديث ان المؤمن يأكل به ميعا واحد والكافر سبعة امعا ولو شاء الله ان يجعله فيه سبعين ومش هيسبع ابن يبقى اذا الذي يخلق الشبع هو الله تعالى انما الضعام ان تفعله ولو شاء الله ان يشبعك بدون ضعام لحدث كان مثل المواطن ليالي ويسألونه لا يتناول ضعام ولا شراب اياما اثنى عشرة ايام او ثلاثة ايام فيسألونه فيقول ابيت عند ربه وبعلمه وهو يبيت معهم ويرونهم انما اذا يخلق الله فيه الشبع ولا يحتاج فيه فمش معناها مثلا ايه السبب في الانجاب الزوج يجانع ايه الزوجة طب يعني معنا كده لو كان كلامي فلقد لابد فيه ثلاثة انما يوجد السبب ويجانع الرجل ولا يحدث له الحم ويوجد الحم دون ان يوجد الزوج زي ما حقوا ايه ثلاثة فلو شاء الله تعالى ان يعطينا ولا تعطي الجلذي يقول القول الثالث بالقوة المدعم يعني التأثير مش بالطبع ومش بالإله انما بقوة اودع اودع الله فيها ايه معنى اودع الله يعني ليست هذه القوة اللي في النار ولا اللي في الطعام ولا اللي في الماء قوة ذاتية نعم يعني عشان كده ثلاثة قول المعتدلة عن قول الايه عن قول الفلاسفة اللي هم نبتعوا الطبيعة لأن الطبيعة عندهم القوة اللي في الاشياء قوة ذاتية قوة ذاتية نعم اما المعتدلة دول اناس المسلمين فيهم فقالوا القوة دي قوة مدعم يعني معناها ليست قوة من ذات ايه الماء ولا ذات النار انها قوة مدعم نعم يعني خلقها الله وليه ظلوا مدعم يعني عارف يعني ايه 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 او دعها الله تعالى ما فيش مشكلة لا اشكال في ايه في هذا نعم انما الاشكال ان نقول ان التأثير لهذه القوة هي فيها قوة مش مفاجة لكن زي ما احنا بنقول للعبد له قدرة الحادثة نعم ولكن لا تأثير لهذه القدرة لكنهم قالوا بالقوة المدعمة وقالوا بانها هي التي ايه تؤثر ولولا انهم قالوا ان هذه القوة او هذه القدرة او دعها الله تعالى لو جعلوها ذاتية كما قال الفلاسفة لكفرون نعم فكأنهم ايه جعلوا التأثير لله سبحانه وتعالى ولكن بواقبة هذه القوة او ده كلام مفاجة حكم العلماء على هذا القول بانه بدعة ومن يقول بالقوة المدعة فذاك بدعي فلا تلتك كما ان العبد يؤثر بقدرته الحادثة التي خلقها الله تعالى فيه فالنار تؤثر بقوة خلقها الله تعالى فيها وكذا الباقي يعني الباقي يعني الماء فذاك اي القائل بدعي ايه معنى بدعي يعني نسبة الى البدعة كده بدعي زي ما تقول سني يعني نسبة الى ايه او شيعي نسبة الى الشيعة او هكذا فتقال البدعة معنى خلاف ايه السنة وعرفها الامام الشاطبي لانها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يعني ده تعريف البدعة طريقة في الدين تضاهي ايه انها اشيء المشروح السنة ولذلك ايه قال المسلم اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعا ولم يقول كل محدث مش كل جديد لا كل محدثة لانها جاءت في مقابلة ايه السنة ولم تعس في مقابلة المحدث اللي هو يقابل القديم لانه ممكن يكون حادث وقديم ولا لا انما جاءت ايه في مقابلة السنة فقال كل محدثة بدعا وهذا الحديث ايضا فيه نقصيس يعني كل محدثة ليست من الدين وليست على قواعده وليست من استنباطات او اشهاد العلماء هي البدعة ان الامام الشافع رضي الله عنه له قول ايه جميل فيقول ليس كل ما احدث بعد رسلم فهو بدعا نعم فكل ما له مستند في الشرع فليس بفدعة وان لم يفعله الصحابة او سر قال ما ليه استناد ويعني ليه دليل في الكتاب والسنة فليس بفدعة حتى ولو لم يسعانه السلف لان عدم قد لا يكون ظهر في وقتهم زي المقرف وناس زي السجاج وفرش المساج زي تعليم يعني لم تكن هناك حاجة في وقتهم نعم كتابة المصحف وكتابة المصحف وجمع القرآن او جمع القرآن لما سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر رفض وقال لا اطعل شيئا لما قاله رسول وقال له سيدنا عمر انه خير شوف الكافت الى الكلمة في البقانة انه خير يعني خير لم يطع نعم هو كل خيرات صعبة كيام نفسهم مش كل عصر لهم ما يناسرهم نعم اذا كان الشيء له دليل يعني له مستند بالشرع ليس البدع وإلا سيبقى كل شيء بعد عصر النبوة بدع حتى اللي كان موجود كيام الخلفاء الراشد كيف يدخل الاحداث متجددة ولا تتحصر يعني لا تتناهى كل يوم وكل عصر يحدث والقواعد يعني النصوص محدودة نعم فكيف يعني النصوص محصورة والاحداث غير محصورة نعم ولازم النصوص هذه تحكم على الاحداث في كل عصر في كل زمان ومكان نعم وهذا مستحيل لان دخول ما لا ينحصر تحت المنحصر مستحيل مستحيل انما كيف يحدث ان كل ما يحدث له دليل ما معناها ايه؟ بالاستنفاص والاشتهاد بالقرآن وضع لنا مش احكام بكل جسدية او سنة ولكن وضعت لنا قواعد وما يستجدون يشوفوا هل له دليل هل يدخل او لم يدخلش تحت هذا ان كان هنزلت ليس ببضع حتى اذا مش معنا تعريف بضع ما لم يفعله النبي ولم يفعله خلص لانه معناها كده حيث يقول ايش بحذل سنفتك بضع ما لم يكن له دليل في كتاب الله وفي سنة رسولي كله هل تبدأ حسنة؟ نعم؟ لا لا يوجد حسنة سيئة لعمر لما قلل الترويح جماعة المعمة تبدأ وهل حيث يقول المعمة سيئة على الحسنة؟ لان البدعة تبدأ حسنة وبدعة تبدأ سيئة سيئة وفي البدعة تدور مع الأحكام الخمسة تبقى واجبة وتبقى منذوبة وتبقى مستحبة وتبقى مباحة يعني تدور على على الأحكام الخمسة لازم يقول لهم حف هم لما نستخلش في الأحكام الخمسة يجيبوا لهم حف منين ما ما فيش حاجة غير الأحكام لازم تدخل تحت واحدة يعني ما تكون واجبة يعني زي مثلا جمع القرآن الدواج لهم جمعناهش هذا حقوق فقالوا لي تعالى اننا نحن نزلنا الذكر واننا له لا نزلنا جمعك نعم وفي بدعة مباحة مثلا زي فرش المساء وخشة صلنا على الأرض وفي بدعة مكروهة زي الزخرة فو الحياة صل الناس عن الامكان وعاكذا خلاف قل ببعا خلاف السنة لأنه لم يتمسك بسنة السلف الصالح التي أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بكافر على الصحيح لما تقدمت لما في قول بالكفر في قول بالكفر نعم وذلك إذا كان فيه قول بكفره وقول بعدم كفره الأحسن نختاريه على الكفر لأن يختار الإمام في العفو كيرو من النصر فهو إذا اختلفوا في كفر قول أو في كفر قائل اختار القول الذي لا يؤدي إلى التكفير فهذا أتلم لكنك هتستشيد من الحكم بالكفر إذا كان خطأ إنت اللي هتروح بداية إذا أخطأت في التكفير إنما إذا قلت عليه مؤمن وهو غير مؤمن يحرق بها حق ويغفر الله لك إنما إذا قال أحدهم للآخر يا كافر فقد باء بها أحد يعني إما يكون كافر إما تكون إمتن فإنت في الحالة إذا كان خيار صعب جدا المهوزة مثل شوء كافر إذا كان خيار في الحالة نعمل إيه؟ نمسك عشان ما يكون عشان ما يكون إشانا وإذا دخل بهو وحف نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ خلاف السنة لأنه لما يتمثج بسنة ثلاثة التي أخذوه وإذا كان فدعيا يعني منصوب فلا تلتفت يعني إذا إذا فضر القول من أهل البدع وأهل الأهواء فلا تلتفت لقوله خذ بالك بعض الناس فإن المهتزلة يعني في هذا القول صاره إيه؟ مبتدع نعمل إيه؟ في هذا القول ليش معناها كل ما قرره المعتزلة من المساهل في علم السلام فهو بدعا لا في هذا القول يعني قد يكون إنسان يعني موافق للسنة في أشياء كثيرة ومبتدع بحاجة رحلة فمسروحش أنت تطلق على كل تصرفاته أنها بدعة فلاجب ثم أختار يعني هو مثلا استدعت إيه؟ في هذا القول مش في كل شيء فبعض الناس يقولك دولة مبتدعة إذا معناها حتى لو صلوا إلى القبلة إذا بدعة لو صاموا رمضان إذا بدعة إذا معناها إيه؟ لابد أن نحدد بدعة إيه؟ في هذا القول أو في هذا الشيء نعم والجابد قال فلا تلفتت أي لقوله بل يجب الإعراض عنه أي معنى يجب الإعراض عنه؟ عالم الغذبين؟ يعني معناها إذا مروا باللغوش مروا في رغوش مروا في رغوش نعم والتمسك بقول أهل السنة وإن مراجب السنة؟ السنة أو أهل السنة؟ نعم يعني نعم طريق . يعني يتمسك بالقول الذي كان عليه السلف الصالح قبل ظهور أهل الأهواء والبدعة هذا هو المراجب مش اهل السنة مصطلح بمعنى انه يقادل قبل ان يحدث التفرق والاختلاف يأخذ هذا القول الذي ورد عن اصحابه الكرام والتابعين له لا ليس هذا هو المراد انما المراد الطريق يعني المنهج الذي وضعه ان يسلم لأصحابه وتار عليه فالسنة المراد فيها الطريقة زي ما كان الامام مالك يقول قراءة نافع سنة وكيف تكون قراءة نافع سنة والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه القراءة قبل ان يولد نافع وقبل ان يظهر لان نافع أخذ هذه الاسانيد عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا لما اشتهره بها وضبطها نصبت اليه فالامام مالك بيقول القراءة ذي سنة معناها كان يقرأ بها النبي صلى الله ليس على انها قراءة نافع لكن هي نفس به القراءة ايام مالك ثم يتناها لكن قبل كده كان قراءة متواسرة معفوضة عمين ادعية السنة معناها اهل الطريقة الصحيحة في السحن وليس سنة مقابلة للواجب او استفرير او كده وليس بكافر فلا تلكفت اي لقوله بل يجب الاعراض عنه والتمسك بقول اهل السنة من انه لا تأثير لما سوى الله تعالى اصلا ليه قلنا كده اثبات بدليل الوحدانية وبعض الناس يفهمون معنى ان الله تعالى واحد في ذات وواحد في القتال لكن لا يفهمون معنى واحد في افعاله فيسندون التأثير لغيره ويقع في هذا حتى علماء لكن علماء في ايه في تخصصات اخرى غير ايه هذا التخصص وغير هذا الايه العلم يبقى الى يعني محصل الكلام عشان نفهم بكلام صحيح انه عندك كم نوع في التأثير اربعة لا يعني مثلا الذي يقول انه التأثير تمام لهذه الاشياء دون اعتقاد قلبي بإثبات شريك الله تعالى هذا لا نكسره ولا نكسره انما هذا اسمه الجاهل يعني يعلم يعني اذا وجد هذا القول من العوام من النساء في الارياخ وفي اسرائيل وهنا هنا لجمعناها لا نكسر المجتمع وانما نعلمه فكل انسان يعتقد العقيدة لكن عند التعبير عند استعمال الالفاظ يخطئ فهذا يسموه جاهل ولا الكفر جاهل لانسيدنا موسى هذا دليل قرآن لما قال له بني اسرائيل اجعل لنا اله معظول الاله رجعل ومين اللي يجعل ماذا بتاعه اجعل لنا اله كما لهم اله لم يرق بالله عليك بيه اشنع من كده قال ابغيح اله اخر مع الله قال اغير الله قال انكم قوم تجهلون يعني انتم تعلموا ما ظلوا من تفصار يعني انتم جهل فبدأ يعلمهم ويفهمهم ان الاله من شأنه كذا كذا فلما قالوا هذا الكلام بجهل لم يكفروا لكن بعد ما يتعلم لو جلوه لذا عبد عناد واضل له الله على علمنا انما اذا قال بيه يهل لا يكون لا يحكم بكفر الجماعة يحكم بالكفر عندما يكونوا عالما بيه بعد ان يتعلم فلا تأثير لما سوى الله تعالى اصلا واضح لا بطبع ولا بإلا ولا بواسطة قوة قدعت فيها وانما التأثير لله تعالى وحته بمحض اختيار لماذا يكون القول بالقوة المودعة فسقا او بزعة وبعض جعل كفر برس نعم ليه ضد لانه يوجب استقرال الشيء عن المولى عز وجل حالة تأثيره او حالة فعلي اه يبقى معنا كده هذا الشيء مع ان الله تعالى هو الذي خلمه لكن اعطاه حرية ان يؤثر دون تدخل من الله تعالى يبقى معناه كأنه زي قول الجاهلية عادي مثلا لبه الجاهلية قول الافلام كنقول تنبيه لبيك اللهم لا شريك لك اه اشترك ان الحمد والنعنة لا شريك لك لا شريك لك لا شريك لك الا شريكا تملكه وما ملك يعني جعل الشرك هنا بالقوة المورية يعني جعل الشريك ذا مملوك لله وجعل الله له تأثيرا ولكن ولكن يعني زي قلوك يتنبوك اشترك هم زي قلوك اذا معناها كأنه اشرت برطة معه واحد زي قلوك اذا معناها كأنه فيه تأثير لمن لغير الله سبحانه وتعليم سبحانه وتعليم يستلزم بس عشان قالوا في الآخر انه هذه القوة رحينا الله لم يكفر إنما لو قالوا ذاتيا من الشيء كانوا بيقوا زي الفلاسفة وزي الطبائعين ما زال فينا تكفرشم مين الجاهل لا يكفر ولا ينباش عصر نعم الجاهل لا ينباش عصر لا ينباش عصر ولا عصر يا مولان مين ولا عصر اقل شف كده اللي انت قرأت سورة التوبة حتبين انه المعصية ساعة الجهل المسهشمي مؤاخذة مثلا لو ان الانسان يجهج يجهج ان هذا ذنب وانه حرام وارتكبه هل يكون عصر لا اسمع لي لانه كثير من الناس كانوا حديثة عهد بالاسلام ساعة الرجل بول في نفس الناس ومع ذلك ما زلت عصير لانه جاهد لكن بعثنا عرف الجهل ده مش يرفع هذا يرفع اصلا 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 يكون مجنبا او لا اسمع عليه الا اذا عرف الحكم لا يؤخذ بهذه لا يؤخذ بهذه نعم بس ها في اهليه انه اصلا ماذا في اهليه انه اصلا اي اجهل جاهل في الدنيا يعرف المركزي مسترطة ماذا معروفة انما وضيناه ما امور لا يعلمها كثيرا اصلا 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 وضينا من اللحة وها اصلا انما مثلا موضوع حتى في سيام رمضان في بعض الناس يجهل موضوع الكسطارة لا اعرفوش لا اعرفوش لو جامع مثلا في نهار رمضان الكسطارة هي سيام شهرين لا اعرفش ان الجماعة نفسه حرم مولانا لا ممكن انما لو كان جامع في رمضان وهو يجهل لا يعرف ان الجماعة حرام انما الذي يقول لك ان اعرف انه حرام بس ان اعرفش الكسطارة جاهله بالكسطارة لا ينفع جاهلك بالقانون ان يحميش مغفر انما لو كان لا يعرفش اصلا ده موضوعك يقول فكرة اعرف ان الحرام بس ان اعرفش انه لا لا ينفع والتمسك بقول يجب الاعراض عنه والتمسك بقول اهل السنة منه انه لا تأثير لما سوى الله اقل الله بطبع ولا بإلا ولا بواسطة قوة اودعت فيها وانما التأثير لله تعالى وحده من الابتداء من الربط العادي بين الحرط ومثل النار مثلا وهو من اصول الكفر نعم هناك ربط هل هناك ربط بين النار وبين الاحراء او بين الشرب وبين الارتواء ربط عادي هناك ربط هناك ربط ولكن هذا الربط عادي بمعنى انه يمكن ان يتكلم هم لماذا جعل زدعاء لانه جعلوه ربطا عقليا بمعنى لا يمكن تخلقه ولا انهم ينكروا المعجزة فااهل السنة يقولون بالربط العادي او معنى الربط العادي يعني ممكن يحدث استخلق اما غيرهم يقول بالربط العادي وهذا ادى الى انكار ما هي المعجزة 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 ينكرونه ايضا لا ما بينقروش المعجزة فعندهم كأويل لها خلاف كده اي جيحنا سوف نقف عندي ونقف قول علم غزالي في السموات نجيدي نرده شيء على الحدث المهمة أن أخذ بالك قبل أن أخذ قلنا الربط ده اللي هو التأثير العادي مكوش حاجة إنما الربط اللي هو العقلي ده أصل من أصول الكفر وأصوله الكفري سبع وبعضهم جعلها ثمانية وبعضهم جعلها سعب تسعة على ما إيه قيل ولنذكرها لك لتصدقها وتكون على حذر من ارتكاب أصل منها أحدها ما تقدم اللي هو الرب ليه العقل ثانيها الإيجاب الذاتي يعني أنه تعالى ليس له خيار أي إثناد الكائنات إلى الله سبحانه وتعالى على سبيل العلة أو الطبيعة من غير اختيار له تعالى ثالثها التحتين والتقبيح العقليان أي توقف أحكامه عقلا على الأغراض أي بجلب المصالح أنيش رحض أقوله إن شاء الله مرة أخرى وبدر المفاجر رابعها التقليق الرديد خامسها التعصب من غير طلب للحق سادسها الجهل المركب سابعها التمسك بالظاهر نحو قوله تعالى استوى على العرض فيأخذ بإيه بالظاهر بظاهر اللغة أو بما يفهمه من المعنى فيعدي إلى التشبيه أو التجسيم ثامنها الجهل بوجوب الواجبات الواجبات وجواب الجاهزات واستحالة المستحيلات 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 وعدوا منها برضو إذا أخل إيه تاتبا تاتبا الجهل باللسان العربي يعني علم اللغة والإعراب والبيانة كم تكتبت كم أو كم نعيدهم ثاني نعيدهم ثاني الجواحد الربط العادي اثنين الإيجاب الذاتي ثلاثة التحسين والتخريح أربعة التقليد الرديد اللي هو بل وجدنا أباءنا على أمنا خمسة التعصب من غير طلب للحق تادسها الجهل المركز في فرق بين الجهل المركز والجهل البسيط تابعها التمسك بالظاهر بالظواهر المشوص ثامنها الجهل بوجوب الواجبات وجواج الجائدات واستحالة المستحيلات نعم تاتعها الجهل باللسان العربي باللسان العربي نعم مولانا مش مفروض يقول الربط العقلي مش الربط العادي الربط العقلي لكن كتب كتيرة ربط العادي العادي بس الربط العادي على أنه لا يتخلف واحد يعني لو قلنا ربط عادي ولا يتخلف خرق إياه المهم أنه هناك ربط ولكن إذا كان يتخلف مفيش مشكلة نعم والله تعالى قوله مغزالي طبعه مغزالي قوله مغزالي مغزالي